لم ينتظر كيان العدو طويلاً كي يعلق على تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الخليفة التي أكد فيها على عبارة إسرائيل وجدت لتبقى حيث سارع هذا الكيان الغاصب لمباركة خطوات النظام البحريني نحو التطبيع الغير مسبوق بتاريخ المنطقة وفي هذا الصدد تقدم الكاتب والباحث الصهيوني أدي كوهين بالشكر لملك البحرين حمد بن عيسى على ما وصفه بحسن استضافة الوفد الصهيوني الذي شارك بورشة العار في المنامة الممهدة لصفقة القرن المشؤومة وقال المدعو كوهين في تغريدة له شكراً لمقام صاحب الفخامة الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة المعظم ملك مملكة البحرين الشقيقة على حصن ضيافة الوفد الصهيوني المشارك في أول ورش صفقة القرن في المنامة وفي تغريدته هذه تستوقفك عبارة الشقيقة البحرين كما يستوقفك غباء كوهين حيث استخدم وصف صهيوني وهو الوصف الذي يستخدم من قبل العرب لإظهار عنصرية هذه الغدة السرطانية المسمات إسرائيل وتابع كوهين دامت العلاقات الودية القديمة والأخوية بين تل أبيب والمنمة وكان وزير خارجية البحرين قد أعلن دون خجل أو وجل أن إسرائيل وجدت لتبقى ولها الحق في أن تعيش داخل حدود آمنة وأكد أن بلاده ودولاً عربية أخرى تريد التطبيع معها جاء ذلك في حوار أجرته صحيفة Time of Israel مع آل خليفة على هامش ورشة العار في البحرين التي نظمتها واشنطن وقاطعها الفلسطينيون وقال الوزير البحراني إن مبادرة السلام العربية لم تعرض على جزيرة أو دولة بعيدة وإنما على إسرائيل وإن بلاده تريد علاقات أفضل معها ومن باب خالف تعرف وصف آل خليفة ورشة البحرين بالمغرية جداً وأضاف أنه لم يرى شقاً سياسياً في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المطروحة في الورشة وكعادته بدى الوزير لاهثاً لتطبيع العلاقات مع كيان العدو الإسرائيلي اشتركوا في القناة